التلفزيون العربي الحصيرة القتلى في مجد الشمس بالجولان المحتل إلى 12 قتيراً ويدعي الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط أطلقه حزب الله وكان إيراني الصنع وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الكابينة الأمنية والسياسية سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد لبحث الرد على هجوم مجد الشمس الجيش الإسرائيلي قال إن 40 صاروخاً أطلقت من الشمال شبعة تم اعتراض بعضها بينما انفجر أحدها في مجد الشمس غير أن حزب الله نفى دعاءات الاحتلال بشأن استهداف مجد الشمس مؤكداً علاقة للمقاومة بما جرى بشكل قاطع عند منتصف الليل ارتفعت حصيلة القتلى في الجولان السوري المحتل تحديداً في مجد الشمس إلى 12 إلى جانب عشرات الجرحة هذا الملعب الذي سقط فيه الصاروخ وهذه الحفرة التي أحدثها سقوط الصاروخ بحسب تحقيق لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الزمن ما بين التحذير من سقوط الصاروخ إلى سقوطه كان صفر أي أن الأطفال والفتية لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا الملجأ قبالة الملعب في قلب مجد الشمس إحدى قرى الجولان السوري المحتل حالة من الحزن والغضب والحداد تخيم الجيش الإسرائيلي لا زال متمسكاً بروايته يقول إن الصاروخ الذي سقط أطلقه حزب الله وفي آخر تحديث أنه إيراني الصنع من نوع فلق وكان يحمل رأساً متفجراً بزنة 50 كيلو غراماً الأهالي هنا عندما التقيناهم بعضهم قال إنهم سمعوا أنه قد يكون صاروخ أطلق من منصة القبة الحديدية من أعلى جبل الشيخ بالتالي هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهد في مجد الشمس والمسؤولون الإسرائيليون والأمنيون والعسكريون يتوافدون إلى موقع هذا الحادث والسياسيون أيضاً يتواعدون برد قاس ضد لبنان وضد حزب الله من مجد الشمس كريستين ريناوي التلفزيون العربي الجولان السوري المحتل